حاجة نتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل نعم ولكن الدول كانوا يقولوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله أنت لما حد عندك يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ده يبقى اسمه إيه؟ مسلم مسلم طب كويس قوي يبقى أنا محدش النهاردة يجي يقول لي دي بلدنا وإنتوا جايين من السعودية وإنتوا جايين من الجزيرة العربية لا يا فندم هذا الكلام إثبات أن الأريوسيين أو الإسلام كان في مصر من قبل الفتح والأريوسيين دول ما واسمونه أريوسيين هم لم يحبوا هذه الكلمة ولم يطلقوه على أنفسهم ده اللي أطلقها عليهم أعداءهم أفناسيوس هو اللي أطلق عليك عشان يشيطنهم ما يقول لك إحنا مسيحيين يبقى أتبع المسيح وإحنا أريوسيين أتبع أريوس هم مش أتبع أريوس ولا حاجة وما كنوش بيحبوا حتى الكلمة دي مش مدهة نكلمة فيه بالتفصيل ولكن هذا معنى إيه أن المسلمين مصر ومسلمين كل الدول اللي كانت وقعة تحت الاحتلال البيزنطي أصلهم هم من السكان الأصليين وأجددهم لم يكونوا حتى مسيحيين وارتدوا على المسيحيين داخل السلام أبدا أجددهم كانوا موحدين فإحنا موحدين ولاد موحدين شركاء في هذا الوطن شركاء في هذا الوطن مع إخواننا المسيحيين أجددهم كانوا مسيحيين وأحنا أجددنا كانوا مسلمين من قبل الفتحة نعم نعم حيمكن الحديث طيب رائع جميل الوقت خدنا محتاجين في الحلقات المقبلة يمكن حنتساءل بشكل أوضح من هو أريوس ومتى ظهرت الأريوسية وعايزين نسبة إزاي المهندس فاضل مدير مؤسس الجسور أثبت في بحثك إن الأريسيين مسلمون قضية مهمة جداً كنا عايزين نتساءل فيها لكن الحقيقة يمكن هو الوقت ده همنا كالمعتاد في هذه الفقرة الطيبة بنشكر لك حضورك وبنشكرك على تلبية دعوة خانات الناس لفتح ملف شائك هو ملف الشبهات لأن الحقيقة هذا الملف فيه ناس معنية فيه عايزة تفهمه صح وأنا دايماً كنت بقول في حلقات دكتور رغب السرجاني اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر اللي ما يعرفش حيلاق نفسه ضعيف مش معتز بإسلامه بيتخضي زي كتير من شبابنا الحقيقة اللي بدعوهم إنه يتواصلوا مع حضرتك من خلال موقعك على الإنترنت وبيدعوهم من خلال يتواصلوا مع الدورات اللي حاجة بتعملها وعايزين نقول إنه ده دور مهم يعني لا نغفله لأن كتير من الناس مهتمة بالعلوم الشرعية لكن إحنا عندنا ناس محتاجين نعرفهم الإسلام محتاجين نخدهم للإسلام يعني أنا مش يهمني أوي فقط إن أنا أنجو وحدي قو أنفسكم أهليكم ناراً دي قضية قضية التانية إن حركة الدعوة تستمر زي ما كان الصحابة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الواحد ما حسش إنه محتاج يقعد في مكة يصلي ركعة بمئة ألف ركعة ولا في المدينة ركعة بألف ركعة إنما بقى يتحرك في الشمال وفي الجنوب وفي الغرب وفي الشرق ولما بنقرأ التاريخ بنشوف صحابة وسط الأماكن نذهل في محاولاتهم لنشر رعوة الإسلام ولنشر الإسلام أستغذيناك بس نعلن الموقع بتاعنا عشان تتفرج على الفيديوهات دي وإحنا نسمينا مؤسسة جسور يعني Bridges Foundation فالموقع اسمه www.bridges B-R-I-D-G-E-S داش شرطة Foundation foundation اختلفوا ودخل على جوجل وكتب موقع جسور والله مؤعتقد هيطلالوا إن شاء الله لكن كتب Bridges Foundation دي إحنا نحاول إن شاء الله بحلقة مقبلة علشان الفونت فيه مشكلة حنكتبه على الشاشة إن شاء الله إن شاء الله جزا الله خيرا نعم المهندس فاضل آآ أيها الأخوت والأحباب إلى هذا الوقت انتهت فقرتنا عن آآ الشبهات مع المهندس فاضل موسيقى